أهلا وسهلا فيك طلابي وطالباتي في مساقنا مهرات السكرتارية اليوم رح نتكلم عن فصل جديد بعنوان بدء العمل في منصب جديد بهذا الفصل عزيزي الطالب عزيزي الطالبة رح تتعرفوا على السلكيات وأخلاق السكرتير داخل العمل كيف تكسب مديرك كيفية إدارة المقاطعات كيف توفر وقت مديرك وأنماط المديرين هناك خمس أنماط من المديرين المدير الغاطب صفاته كيفية التعامل معه المدير المتذمر صفاته وكيفية التعامل معه أيضا المدير الاجتماعي المشغول دائما المدير المتحفز والمدير السلبي تعتبر الأيام الأولى للعمل في منصب جديد هامة بالنسبة لك ولمن حولك أيضا من الزملاء والرؤساء وذلك لما تتركه الانطباعات الأولى من أهمية بالغة لديك ولدى الآخرين وبالتالي عندما تبدأ العمل في منصب جديد تود أن يكون الآخرون عنك انطباعات جيدة فتود أن يتفهمك الآخرون باعتبارك شخصا طيبا متعاونا مراعيا لمشاعر وأحاسيس الآخرين يمكن الاعتماد عليك نشيطا ومتحمسا للعمل شخصا مسؤولا والعديد من الصفات الموجودة لديك تريد أن يعلم بها الجميع قد تواجهك عند بداية عملك في منصب جديد قيام الرؤساء والزملاء بمقارنك بالموظف السابق فإذا كان ناجحا ذا كفاءة عالية فستجد المكتب مرتب منظم العمل سلس في حين يتوقع منك الآخرون نفس مستوى الأداء والكفاءة وقد تواجه بعض الإحباط عندما تحل محل زميل غير كفاء إلا أنك تستطيع أن تكون لدى المسؤولين والأشخاص الآخرين الذي تعمل لديهم أن تكون لديهم انطباعا حسنا عنك بشكل عام عند البدء العمل في منصب جديد عليك أن تقوم بما يلي أولا التعرف على من حولك من الزملاء والموظفين وبناء علاقة طيبة معهم ثانيا التعرف على من حولك من الأجهزة والأدوات وكل ما يخص العمل ثالثا التعرف على المعلومات الهامة أو الأساسية لعملك وذلك من خلال دراسة الملفات والأدلة رابعا طرح الأسئلة والاستفسار وطلب المساعدة إذا لازم الأمر طيب ما هي السلوكيات والأخلاقيات التي عليك أن تتمثل بها داخل العمل وليس فقط أن يكون هي للعمل وخارجه لا هي تعكس سلوكياتك وتعكس أخلاقياتك وعليك الامتباه إليها خاصة في بداية العمل يعني هي تعكس الداخل لديك يعني تعكس في الخارج في تعاملك مع زملائك في العمل أولا تكوين الأراء غالبا ما تلعب الانطباعات الأولية دورا واضحا في تكوين الأراء عن من حولك من الأشخاص عليك الالتزام بالموضوعية في تكوين الأراء عن الآخرين أن تكون لماحا متفاهما للنصيحة التي يزديها إليك زملائك الاستماع للملاحظات التي يبديها عنك الآخرون بعقلية متفتحة أن تصل إلى تكوين أراء عن الآخرين بموضوعية وتجرد وبعد أن تتعامل معهم ثانيا الرسمية تعتمد درجة الرسمية في المؤسسة على الأشخاص الذين يعملون بها خاصة في المناصب العليا ففي بعض المؤسسات يسود جو غير رسمي حيث ينادي بعضهم بعضا بدون القبلة الرسمية لذا وجب عليك أن تكون منتبها لما يفضل الآخرون من مخاطبتهم ثالثا العمل لدى أكثر من مسؤول قد يواجهك في عملك كسكرتير العمل لدى أكثر من مسؤول واحد وقد يكون أحدهم أعلى منصبا من البقية وبالتالي تكون مسؤولا عن مساعدته بشكل أساسي لكن إذا تساوى المسؤولين في المناصب فيتوقع أن تساعدهم جميعا وبنفس المستوى وفي الحالة الأخيرة يجب أن تكون مؤهلا ولديك الاستعداد للتغلب عن المشاكل الناتجة عن إصرار أحدهم على إعطائه أولوية لأعماله يمكن تفادي إظهار أي تحيز نحو أحدهم بأن تطلب من المسؤولين تحديد ضوابط يمكن الالتزام بها لتحديد الترتيب الذي يجب إنهاء الأعمال بموجبه كأن تنهي الأعمال وفقا لتسلسل ورودها أو حسب أهميتها أو استخدام قدرتك للتمييز رابعا الولاء والإخلاص يتضمن مفهوم الولاء والحب والإخلاص بكل مفاهيمه الشاملة ومن الطبيعي أن يكون لديك التزامة بأن تكون مواليا ومخلصة لمؤسستك ورئيسك ولزملائك وأصدقائك كذلك لكن يجب أن لا تنسى أن هناك أمور لرئيسك أو للآخرين الحق فيها وهناك أمور أخرى ليس لهم الحق فيها وعند تعرض ولائك وإخلاصك لمطالب متعارضة أو عندما تتعارض ولائك وإخلاصك للمؤسسة مع طبيعة تربئتك ونشأتك والأمور التي تعودت عليها هناك يتم اللجوء إلى التسويات والحلول الوسط وقد تحتاج إلى استشارة الآخرين ممن قد يستطيعون تقديم بعض المقترحات التي قد تساعدك على التوصل إلى الحلول المقبولة خامسا أداء المهام المشكوك فيها ما معنى ذلك؟ قد يطلب منك رئيسك القيام بمهام تعتبرها غير ذات علاقة بمهام المهنة والعمل مثل تقديم القهوة أو ترتيب المكان قبل أو بعد الاجتماع ولا يوجد من يقوم بها سواك أنت أو رئيسك عندها يجب عليك أخذ تكلفة وقت رئيسك بعين الاعتبار بمعنى أن وقت رئيسك مهم جدا وأكثر أهمية من ترتيب المكان وإلى آخرهم ولكن أنا أؤيد أنه هل هناك ما تم الاتفاق عليه قبل العمل في هذه الوظيفة أنك ستقوم بهذه المهام بناءً للوصف كالوظيف الموجود في المؤسسة أو بناءً على العقد العمل الموجود فإذا تم الاتفاق منذ البداية على القيام بهذه المهام والطرف أو أنت كسكرتير وفق فعليك أن تقوم بالعمل بناءً على موافقتك أما إذا كان عرضت عليك هذه المهام وأنت رفضت وتم قبولك في العمل فعليك أن تبين أن هذه المهام ليست من مهامك وأنك ترفض بشكل أساسي القيام بها إضافة إلى أنه قد يطلب منك أداء بعض الأعمال الخاصة والشخصية مثل نقل رسائل شفاهية الذهاب لدفع الفواتير الخاصة بالرئيس أو ما شابه وأؤكد أن كل شخص يختلف عن الآخر في طريق التلبية لهذه الأمور وطريق التعامل معها ففي بعض الأشخاص يرفضوا هو يعمل مقابل عمل إداري وليس مقابل تزديد فواتير أو نقل رسائل أو تقديم قهوة وشاي وإلى آخره والبعض يرفضها الكاتب هنا هو معد الكتاب يقول أن المصلحة العامة أفضل من المصلحة الخاصة وعلينا الموازنة ولكن من رأي الشخصي أو من رأي ما يتم الاتفاق عليه والعمل به في المؤسسات يخضع ذلك لطبيعة العقد الذي تم الاتفاق عليه منذ بداية العمل سادساً تقبل الانتقاد عليك أن تصغي لمن ينتقدك أو ينتقد عملك وأن تفترض أن الغرض من النقد هو نصيحة وأن تعتبره نقداً بناءاً وعليك أن لا تبادر بالدفاع عن نفسك بل عليك التفكير في مقيل وتحاول بموضوعية تحديد مدى صحة الانتقاد من المفضل أن ترد رداً إيجابياً كأن تقول أشكرك على لفة نظري على هذا وسأفكر بجد فيما نبهتني إلي وسأعمل جاهداً على أن أكون عند حسن الظن في أقرب وقت ممكن عليك أن تأخذ الكلام بإيجابية ونقد الزملاء بإيجابية أما إن وجهت أن هذا النقد هو نقد لمجرد النقد ونقد سلبي ونقد ليس له علاقة بالعمل أو التطوير عليك أن تتخذ ردة فعل مناسبة في هذا الصدد سابعاً المعلومات السرية أنت مؤتمن على أسرار المؤسسة التي تعمل بها لذا يجب التزام الحذر عند إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل خاصة تلك التي تخص رئيسك والمؤسسة ويجب أن يعرف هذه المعلومات فقط الأشخاص الذين يحق لهم معرفتها وعليك التمييز بين الأسلوب المناسب والأسلوب الغير مناسب لنشر معلومات خاصة برئيسك فلا يجوز أن تفشي المعلومات الشخصية التي قد تعرف عن رئيسك وأسرته وعائلته وأن لا تناقشها مع الآخرين ثامناً التخطيط لمقترحاتك يتقبل المسؤولين عادةً المقترحات التي يتم التواصل إليها بعد دراسة متأنية وينجم عنها تغيرات تساهم في إيجاد بيئة عمل مرغوبة بشكل أكبر ويعتمد مدى تفاهم رئيسك لمقترحاتك إلى حد ما على التوقيت الذي تختار للتقدم بهذه المقترحات وعليك عند رغبتك في تحديد أنسب الأوقات لمفاتحة رئيسك بالمقترحات أن تفكر في الأسئلة التالية هل المقترحات ذات أهمية؟ هل لدى رئيس الوقت الكافي للإستماع؟ هل يمكن إجراء الحوار دون مقاطعة؟ هل كلاكم في حالة معنوية تفضي لتحقيق الموضوعية؟ هل ستتم مناقشة موضوع واحد فقط؟ كل هذه الأسئلة تحفزك على طرح مقترحك أو تأجيل طرح لوقت مناسب تاسعاً اتخاذ القرار المناسب قد تتعرض في كثير من الأحيان لاتخاذ قرار بمفردك ولا يجب أن تتخوف من الاعتماد على قدرتك على التمييز في أن تقوم باتخاذ القرارات التي لا تشمل على مسائل قانونية أو مبالغ مالية كبيرة وقد يلزمك أحياناً أن تقول إنني آسف ولكن من المحتمل أن يحترمك رئيسك ويقدر لك مبادرتك بإقرار ما يجب عمله أحياناً قد تجد تناقضاً بين التعليمات المحددة التي أعطيت لك وبين الموقف الذي أنت بصدده ففي هذه الحالة يلزمك استخدام قدرتك على التمييز لإقرار ما إذا كان من الواجب التقيد بهذه التعليمات أم لا فقد يطلب منك رئيسك عدم مقاطعته مهما كانت الظروف إلا أنه من الواضح أنه يجب مقاطعته عند ظهور حالة طارئة أو عندما يأتي إلى المكتب مسؤول أعلى من رئيسك ويصر على مقابلته كيف تكسب مديرك؟ السؤال الجميل والصعب والسهل أيضاً لا بد لك كسكرتير من كسب مديرك ولن تستطيع أن تكسب مديرك إلا إذا عرفت كيف يفكر فإذا عرفت ذلك فاجعل تركيزك نحو أهدافه في المستقبل القريب والبعيد وتوقع توقعاته وحقق أكثر مما يتوقعه منك حتى تفوز بثقته وتمسكه بك تعرف على موقعه في الخريطة التنظيمية ومتى يفوض صلاحياته وتعرف نظامه في ترتيب الأمور معرف الطباعه، ما يحب في عمله وما يكره مسؤولياته، واجباته، برنامج عمله وقائمة اهتماماته يجب دراسة شخصية ونفسية مديرك فهو الشخص الذي ستقضي معه وقتاً قد يساوي أو يزيد عن الوقت الذي ستقضيه معه أو بين أفراد أسرتك وهو الشخص الذي يعطي بعداً جديداً لنجاحك فإذا تفهمت طبيعة عمله بالضبط وما هو مطلوب منك إنجازه تستطيع أن تؤدي عملك على خير وجه لا تقاطع مديرك كثيراً ولا تضيع وقته لأن السكرتير الناجح لا يرجع إلى مديره في كل شيء وأن استطعت أن تأخذ الإجابة من غيره ففعل ولا ينبغي أن تشغل مديرك إلا في الأعمال المهمة فقط والتي تختص بالإدارة العليا ومنها رسم السياسات ووضع الإجراءات وسن اللوائح والقوانين وإصدار التوجيهات كذلك أما الأعمال الروتينية مثل استلام البريد فتحه والرد عليه تصويره وإلى آخره وجميع الأعمال التي يمكن أن تؤديها أنت نيابة عنه فيجب أداؤها دون الرجوع إليها ولكن ننتبه لموضوع الصلاحيات هل لديك الصلاحيات في هذا الموضوع أم لا إذا أردت أن تكون سكرتير اللماحاً فتعرف على طباع مديرك وذلك من خلال على سبيل المثال اعرف برنامج عمله اعرف ماذا يتوقع منك اعرف كيف ينظم مدير وقته الموضوعات التي يعطيها أولوياً الموضوعات التي تحمل صفة عاجل جداً ما هي الموضوعات التي تحمل صفة هام جداً كيف يفكر وكيف يحكم على الأمور وكيف يتصرف في المواقف المشابهة اعرف أسلوب في حل المشاكل أسلوب في كتابة الخطابات والمذكرات والتقارير اعرف حجم زائريه ودرجة أهميتهم اعرف طباعه ونظامه في العمل اعرف كيف يتإدارة المقاطعات أثناء الاجتماع أو مواقف أخرى مشابهة اعرف نطق صلاحياته ونطق تفيد الموظفه اعرف كذلك من ينيب عنه في الرد على بريده وتوزيعه ومتابعة بعض الموضوعات احرص على التغذية المرتدة بينك وبين مديرك أنت تؤدي عملاً بناءً على توجيهاته اسأله رأيه حتى تأكد من تقديره لعملك تواصل مع مديرك بصراحة ووضوح أكثر بمجرد استلامك لعملك يجب أن تستلم نسخة من وصفك الوظيفة وهذا ما أشرنا إليه في البند القيام بأعمال مشبوه بها فإذا لم يوجد فحاول أن تعرف من مديرك ما هي واجباتك مسؤولياتك صلاحياتك وما هي حقوقك يجعل الخط الساخن بينك وبين مديرك متصلاً يجب أن تفكر فيما يفكر به وتعمل معه جنباً إلى جنب فلا يعمل كلاً منكما في طريق منفصل حاول أن تتغلب على الخجل مع مديرك لأنه قد يكون حجر عثرة في عدم وجود التواصل وإذا لم تفهم مقاله لا تتردد في أن تطلب منه أن يكرر مقال أفضل طلق التواصل مع مديرك هو الصراحة فلا تتردد في الاستفسار عن تفاصيل العمل الموكلة إليك وكيفية أداءه حتى تنجزه متكاملاً وفي أحسن صورة أقدم ولا تتردد فإذا أردت أن تسأل مديرك سؤالاً فاسأله لا تتردد إذا أردت أن تقدم اقتراحاً لصالح العمل وتتوقع أن يرفضه مديرك فقدم الاقتراح وليرفضه ماذا سيحدث؟ ستكون نقطة في صالحك وفي رصيدك وليس ضدك يتوقع مديرك أن تقول رأيك في بعض التقارير الهامة التي يكتبها ويليها اهتمام خاص دون أن يطلب منك قل رأيك حتى ولو تعلم عن رئيسك أنه لن يأخذ به ولكن يجب أن تقول رأيك بطريقة مهذبة وغير مباشرة حتى تؤدي واجبك على خير وجه يتوقع مديرك أن تثني بصدق على جهوده عندما يبلي فيها بلاء حسناً والتي تستحق منك الإشادة به لأنك أقرب موظف إليه يتوقع مديرك أن تكون محفزاً دائماً له يتوقع مديرك أن تكون مصدر إلهامه بالأفكار الجيدة والمبادرات الطيبة يتوقع كذلك أن لا ترهقه بالمداخلات عندما يكون في اجتماعها أو يريد أن ينجز عملاً ما دون إزعاج يتوقع مديرك أن تحسن التصرف في المواقف ولا تضعه في موقف حرج مع مكالمة هاتفية مزعجة أو زائر غير مرغوب فيه الكثير من التوقعات التي توقعها المدير على سبيل السرد للحصر هنا اطلع عليها عزيزة الطالب عزيزة الطالبة وركز على أي جانب أن تتمين إليه في توقعات مديرك كيفية إدارة المقاطعات والمداخلات أي المداخلات اللباقة صفة شخصية أساسية وهامة في السكرتير لتعامله مع جميع الناس وأعتقد أنها أكثر أهمية في تعاملك مع مديرك ومن هنا كان الاهتمام بإدارة المقاطعات وتدريبك عليها وتنمية مهاراتك في هذا الشأن ضرورية لكي تجنب مديرك إضاعة وقته دون طائل مما يجعله يهتم بالأمور الجوهرية أما الأعمال الصغيرة فالتحول إلى جهات الإختصاص وكلما نجحت في إدارة مقاطعات رئيسك باللباقة والدبلوماسية كلما كان نجاحك في هذا الشأن له أهمية بالغة عند مديرك من الأمور التي تساعدك على اللباقة في إدارة المقاطعات بعض مما يلي معرفة المكالمات الهاتفية التي يجب تحويلها إلى المدير دون تردد والمكالمات التي يمكنك أنت أن تعتني بها أو تحويلها إلى الشخص المعن اعرف كيف تقاطعه ومتى معرفة متى يجب أن لا تقاطعه كيف توفر وقت مديرك هناك العديد من النقاط لتوفير وقت المدير منها أدر وقته بعناية كن متواجداً دائماً قبل المدير لا تدع للزائرين المفاجئين بناء على توجيهات مديرك من تعطيل أعمال المدير في وقت الأزمات حول مواعيد مديرك إلى موظف آخر يمكنه القيام بها لا تكثر الثرثرة معه انتبه للتعليمات احرص على تدوين توجيهاته وتعليماته بالدقة واحرص على تلخيص الموضوعات الطويلة لمديرك حتى تحيطه علماً بها في أسرع وقت ممكن من المطلوب درجة وأهمية ودرجة استعجال أنماط المديري يجب عليك أن تتعرف على طبيعة مديرك لكي تستطيع أن تتعامل معه بأفضل طريقة حيث تختلف طبيعة أو نمط المدراء من مدير لآخر من هذه الأنماط المدير الغاضب المدير المتذمر والمدير الاجتماعي أو المشغول والمدير المتحفز والمدير السلبي المدير الغاضب ما هي أهم سماته؟ أهم سماته أنه سريع الغضب حاد الطباع يثور لأتفه الأسباب من السهل جداً أن يستفز يوجه إنذرات يعاقب من يخطئ يقبل الموظفين العمل معه على مضد الكل يتقي غضبه وثورته مما يجعل الموظفين محكمين بمزاج المدير اليوم فإذا كانت معنوياته عالية فرح الموظفين أما إذا كان مزاجه عكر تجنبه الموظفين هذا النمط من المدراء يصنع مناخاً متوتراً للعمل على الدوام يبني حواجز بينه وبينه موظفي ويهدم جسوره الثقة والمحبة والإخلاص معهم ولا يشجع على الإبداع والابتكار لا يكون الموظفون أي مشاعر بالولاء أو الانتماء له أو للمؤسسة كيف تتعامل مع المدير الغضب؟ لا تكون سبباً في إغضابه على الإطلاق تجنب التعامل معه في لحظات غضبه وإن كان لابد فتعامل معه بحزر لا تعامله بالمثل فترفع صوتك أو ترد عليه وتذكر أنه مديرك ويجب عليك احترامه لا تتجادل معه قبل البدء بعمل ما فهم منه أولاً ماذا يريد حتى لا تأتي النتائج بما لا يريد حافظ دائماً على هدوئك واتزانك وكن حكيماً ومؤدباً ومحترماً فقد يغير ذلك سلوكه لا ترضى بأن يسبك أو يؤذيك أو يذلك أو يهينك أحد وعالج ذلك بالحكمة والمنطق ولا ليس بالمثل ولا تنسى أن هناك قوانين تحميك النوع الثاني من المدراء وهو المدير المتذمر هذا النوع لا يرضى عنك أبداً ولا يشكرك على عملك مهما كان أداؤك ممتازاً مع أنه يعلم في قرارة نفسه أنك ممتاز ولكنه لا يعترف بذلك وإذا بدرت منك هفوة أو خطأ معين أنبك وربما أصدر إنذر لك وإذا بدرت منك مبادرة جيدة تجاهلها كيفية التعامل مع المدير المتذمر استفد من التوجهات التي يوجهها إليك اسأله عن رأيه دائماً فيما تفعل إذا لم يكن أدائك يقابل توقعاته اسأله ماذا تفعل لكي تحسن من نفسك قدم له بدائل دائماً واسأله عن الأفضل إذا أخطأك بدر فوراً بالاعتراف بخطأك اعرف وجهة نظره من عدم رضاه على أدائك لعمل ما اعرف ما هو اعتراضه على تصرفك في موقف ما حاول أن تشرح وجهة نظرك جعله على علم بأنك تبذل قصارى جهدك وتستفيد من توجهاتك وتنفذ تعليماته حسن من نفسك وطور من ذاتك نوع الثالث المدير الاجتماعي المشغول دائماً هذا النماطق يقيم وزناً للعلاقات الإنسانية وهو ناجح جداً اجتماعياً وسمعته طيبة يساعد الناس كثيراً وقد تكون في بعض الأحيان على حساب العمل ولكن في نطق محدود ولذلك فهو مشغول دائماً بعلاقاته وعمله يترتب على ذلك ازدحام وقته بالأعمال المكالمات المحولة إليه كثيرة جداً لا يكد يبدأ عملاً إلا وقطعه إما زائر أو مكالمة هاتفية مكتبه مملوء بالأوراق في غير ترتيب أو تنظيم يأخذ الأوراق ولا يعرف أين يضعها ثم يسألك عليها مرة أخرى وتجده في كثير الأحيان متواجداً في مكان العمل بعد ساعات العمل الرسمية وأثناء المساء وفي أيام الإجازات لكي ينجز عمله كيفية التعامل مع هذا النمط حاول تنظيم وقت مديرك بالاتفاق معه وراجع برنامج الأعمال التي تدخل في نطق اليوم والمواعيد الخاصة باليوم ذاته مع المدير كل صباح وقبل بداية العمل تأكد دائماً من مواعيده التي يعطيها للآخرين وطابق بينها وبين جدول أعماله تحتاج أن ترتب للمدير مكتبه كل يوم وتفرز الأوراق وتحفظها في أماكنها احتفظ بأصول المستندات لديك وأعطي مديرك نسخة منها حتى إذا فقدها تستطيع إمداده بالنسخة أخرى ولا تعطيه الأصول أبداً إلا إذا طلب منك ذلك مع الاحتفاظ بالنسخة في الملف نظم مكالماته ونظم له الاجتماعات بما لا يتعارض مع أداءه لبقية الأعمال الأخرى اهتم جداً بزائريه المهمين وتعامل معهم معامل خاصة دون جميع مكالماته الهاتفية أثناء غيابه وعلاقاته الإنسانية لأنها تشكل له أهمية خاصة ننتقل إلى المدير العدواني هذا النمط من المديرين يؤمن بنظرية X التي تقول أن الموظفين كلهم كسالة ويحتاجون إلى التحفيز باستمرار لذا فهو متحفز للعمل دائماً لكن لو بدرت منك غلطة أو هفو أو خطأ ولو بسيط لا يرحم وينسى كل رصيد أعمالك الجيدة معه إذا ابتليت بلاءاً حسناً كأنه لا يسمع ولا يرى يعيش في حال الترقب دائم لكي يتحين فرصة للانقضاض إذا بدر منك خطأاً أعطاك انذاراً تحريرياً ووضعه في ملفك على الفور لا يبالي بالعلاقات الإنسانية وقم بلا موقوطة إذا فتحته في أي أمر يخصك أو طلب أي حق من حقوقك انقلب ضدك وعدد مساواك وأنكر جهودك وأكد أنك لا تستحق كيفية التعامل مع هذا النمط؟ ابحث عما يفضله مديرك في عمله وركز على تحقيقه اعطي أولوياته الأهمية القصوى استمع إليه باهتمام ولا تقاطعه كن هادئاً متزناً ودوداً مستبشراً خذ الأمور ببساطة ولا تنفعل أبداً مهما حدث ولا تأخذ مجريات الأمور في العمل على أنها مسألة موجهة إلى شخصك النوع الأخير من المدراء ألا وهو المدير السلبي هذا النمط من المديرين لا يهتم بالعنصر الإنساني تأخذه علاقاته وأعماله خاصة جزءاً كبيراً من اهتمامه يعتمد على موظفيه في إنجاز بعض أو جميع مسؤولياته الكل يتساوى أمامه الموظف المجتهد والموظف الكسول يسمع كثيراً من الموظفين عن تدهر أو ضعف العمل ولكن لا يتخذ أي إجراء لإصلاحه لا يبالي كثيراً بالجهد غير العادي الذي تبذله إذن خفض أدائك لا يلفط نظرك ولا يبالي ويقلل من تقديرك في أدائك السلبي كيفية التعامل مع المدير السلبي؟ ابدأ استعدادك لكي يعطيك مديرك مسؤوليات أكثر لكي تكتسب ثقته جعله يعتمد عليك في إنجاز الأعمال الصعبة ويثق في قدراتك قدم حلوله للمشاكل العمل القادمة مارس عملك بحماس مارس معه سياسة النفس الطويل في المطالبة بحقوقك اجعل لك ملفاً خاصاً بك احفظ به جميع الأعمال غير العادية التي تقوم بها وكشف بالساعات الإضافية التي تعمل بها دون أن تحصل مقابلها على أجر وضعها في ملفك لإبرازها عند اللزوم بين أعمالك للجميع فقد يزكيك عنده أشخاص آخرون مقربون لمديرك بهيك انتهى فصلنا فصل إلى حد ما طويل ولكنه ممتع لأنه بنتقل من كيفية الانطباع الأول في تكوين الصورة الذهنية عن الآخرين وكيف يكون الآخرين عنك انطباعهم الأول السلوكيات اللي لابد للسكرتير الانتباه إليها في بداية عمله وكيف تكسب مديرك هذا الفصل بتمنى أنه أنتوا تحضروا الفيديو مرة ومرتين عليه ثم جاوبوا الأسئلة المطلوبة في نهاية الفصل أي استفسار ما تتردد وتتواصل معي عبر بوابة التعليم الإلكتروني خاصة بجامعة الإسراء أو عبر لقاءاتنا عبر منصة الزوم بتمنى لكم التوفيق دمتوم بود ترجمة نانسي قنقر